ثم الآن نشوف عنصر آخر إذن انطلاقا من ملاحظة هذه الخريطة يتبين لنا أن في الهواميش هناك مجموعة من الأرقام مثلا 182, 183 ثم 184 إلى آخره ثم أيضا هناك أرقام أخرى بحل 7 درجات أو 33 درجة إلى آخره إذن ماذا تعني هذا الأرقام؟ إذن هذه الأرقام التي تمثل لنا إحداثيات هذه المنطقة إذن الإحداثيات فهي تمكننا من تحديد موقع ما على الخريطة فلتحديده نستعمل الإحداثيات الموجودة في الهواميش ويمكن التمييز بين نوعين من الإحداثيات الإحداثيات الكيلومترية اللي هي كنشوفها هنا 182, 183, 184 ثم 324, 323, 322 إلى آخره ثم عندنا النوع الثاني اللي هو الإحداثيات الجغرافية وتستعمل فيها خطوط الطول والعرض المقسمة بدرجات حيث يقاس الطول ابتداء من خط GreenH اللي كيساوي على مستواها كنلقاو 0 دوغري والعرض ابتداء من خط الاستيواء اللي على مستواها كنتلقاو 0 دوغري يعني أننا كلما بتعدنا من خطي الطول كلما زادت الزاوية وبالتالي كي تزادت لنا هذا الرقم الذي يمثل الإحداثيات الجغرافية ونفس الشيء أيضا بالنسبة لخط الاستيواء إذن بالنسبة لطول فإحنا تقريبا 7 دوغري وفي العرض أيضا فنحن تقريبا 33 دوغري إذن كيف يمكن أن نحدد مثلا نأخذ نقطة معينة كالسطباق حدد إحداثيات النقطة A على الخارطة إذن سنحدد نقطة A إذن نقطة A باللون البني إذن كيف سنحدد إحداثيات هذه النقطة إذن سنحاول أن نقوم بإسقاط عمودي للنقطة على هذا المحور الأفقي اللي تقريبا أعطتنا 399 ثم على المحور العمودي اللي أعطتنا تقريبا 210 أي أن إحداثيات النقطة A هي تكتب بالشكل التالي A 399 كيلو متر 110 كيلو متر جيد إذن نمشي الآن الثالثة كبيرة كيف يمكن تمثيل التضاريس تمثيل التضاريس على الخارطة الطبوغرافية إذن سنحاول العمل على التمرين ليكون تل يعلو سطح البحر بـ 135 متر وقاعدته تعلو سطح البحر بـ 90 متر إذن هذا واحد التل اللي هو القمة دياله 135 متر والقاعدة الطول دياله أو القاعدة دياله فيتعلو سطح البحر بـ 90 مترا جيد إذن سنحاول أن ننجيز هذا التمرين سنحاول رسم تل تقريبا نحاول أننا نأخذ فيه تقريبا في الطول دياله أرى أربعة أربعة فاصيل ثلاثة أو أربعة فاصيلة خمسة سنتيمتر ثم نحسب تحتو تقريبا واحد أربعة سنتيمتر ثم نرسم القطعة A-B رسم القطعة A-B ثم بعد رسمي هذا التل ورسم هذه القطعة أو بطبيعة الحال في الورقة البيضاء سنحاول تقسيم هذا التل بحيث تكون المسافة بين كل النقطتين واحد سنتيمتر سنقسمه تقريبا إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء بحيث من تسعون إلى مئة بنتهم سنتيمتر ثم مئة إلى مئة مئة وعشرة سنتيمتر ثم مئة وعشرة مئة وعشرين سنتيمتر ثم مئة وعشرة مئة وعشرين سنتيمتر 1 سنتيمتر ثم ذاك شليت بقعين إذن 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر وفي الطول ديالو كيف ما قلنا سابقا سيكون 4.5 سنتيمتر 4.5 سنتيمتر جيد إذن أولا سنحاول تقسيم هاد التل سنحاول تقسيم هاد التل مثلا بهذا الشكل إذن نفس الأرقام تقريبا الخط الأول العرضي الخط الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس جيد ثم سنحاول إسقاط هاد النقط على القطعة أبي إذن سنحاول إسقاط النقطة الأولى ثم النقطة الثانية ثم نقطة ثالثة الرابع الخامسة إلى آخره إلى أن نتم هاد الإسقاطات العمودية إذن بعد إتمام هذه الإسقاطات الآن سنحاول أن نربط النقطة التي لها نفس الارتفاع مثلا هاد النقطة فالارتفاع ديالها هو 90 وهاد النقطة أيضا لارتفاع ديالها هو 90 إذن سنحاول ربطها بواسطة أنصاف دوائر على هاد الشكل مثلا إذن نعتذر على الشكل لأننا تقريبا فأحنا نحاول فقط نوضح المعلومة ثم 100 إذن سنحاول أننا نوصل أيضا نوصلها مع النقطة للارتفاع ديالها 100 ثم 110 ثم 120 ثم 130 ثم تبقلنا هاد النقطة للارتفاع ديالها هو 100 وخمسة وثلاثون مئة وخمسة وثلاثون إذن كل منحنة فهذا المنحنة فلديه ارتفاع معين مثلا المنحنة الأول فارتفاعه هو 90 ثم ثاني مئة ثم الثالث مئة وعشرة إذن في آخر مطاف هاد المنحنة هي تشبه المنحنة الموجودة على الخريطة الطوبغرافية أو بهذا الشكل يتم تمثيل المنحنة الموجودة على الخريطة الطوبغرافية إذن جيد إذن في آخر المطاف حصلنا على مجموعة من الخطوط المغلقة التي تجمع لنا النقطة التي لها نفس الارتفاع فمثلا جميع النقطة التي توجد فوق هذه المنحنة في المكنت فهي الارتفاع ديالها تقريبا فهو 90 نفس الشيء بالنسبة لهذا المنحنة التاني إلى آخره إذن هذه المنحنة فهي تسمى منحنيات المستوى فهي تسمى منحنيات المستوى ثم كاللاحظة أيضا ملاحظة أخرى ماذا تلاحظون بالنسبة لهذا المسافة الموجودة بين كل المنحنيات المستوى مثلا هذه المسافة إذن تقريبا إذن نفس الشيء إذن تقريبا 10 أمتار هي المسافة أو هي الفارق بين كل المنحنيات يعني كما تشوفه 90، 10، 110، 120 ثم 130 إذن الفارق ديال الارتفاع بين كل المنحنيات المتتاليين فهذا الحالة هو 10 إذن هذه 10 فهي تسمتلنا ما يسمى بتساوي البعد إذن شو مباشرة للحصيلة معرفية؟ إذن منحنيات المستوى كما لاحظنا في التمرين السابق فيمجموعة من الخطوط المغلقة التي تربط نقطة التي لها نفس الارتفاع ثم تساوي الوعد هو فارق الارتفاع بين منحنيين متتاليين ويكون تابثا ومتساويا على نفس الخارطة ثم نقطة الارتفاع وهي النقطة تعطي ارتفاع موقع معين بعدد صحيح طبيعي كما شتنا في المثال السابق 135 جيد إذن كتبق حد التساوي بعد هذه الخارطة إذن كم هو تساوي بعد هذه الخارطة؟ إذن كمك اللحظه؟ ربعين، ربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمائة، ثمائة، ثمائة إذن تساوي بعد هذه الخارطة فهو مئة متر فهو مئة متر إذن جيد إذن هذه الخارطة ممكن أنكم تطبقوا عليها بجموعة هذه المعطيات مثلا تطبقوا عليها أيضا الإحداثيات إلى آخره إذن إلى هنا ينتهي درسنا إلى درسين مقبل إن شاء الله شكرا شكرا